حسين آخر المعلومات المتوفرة وفق مصادر مطلعة لقناة الغد الإخبارية فإن اجتماعا سيعقد اليوم بشكل ثنائي بين الحكومة التونسية من جهة واتحاد الشغل التونسي من جهة أخرى أكبر المنظمات النقابية في البلاد سيتم بحث المشاكل العالقة على المستويات الاقتصادية والاجتماعية فضلا عن مناقشة اتفاقيات السابقة مبرمة ما بين السلطات التونسية واتحاد الشغل حول آلية تنفيذ وتطبيق هذه الاتفاقيات التي تم توقيعها في وقت سابق طبعا الاتحاد والحكومة يسابقان الزمن وذلك من أجل عدم دخول أو خوض اتحاد الشغل إضرابا جديدا إذا كان في القطاع العام أو الوظيفة العمومية وفقا لعدد من المتابعين والمختصين فإن جلسة الحوار اليوم قد تؤدي إلى إذابة الجليد بين الطرفين النقبي والحكومي وكانت منذ أيام قليلة تحديدا يوم الخميس الماضي قد تم توقيع عقد اجتماعي ما بين رئيسة الحكومة التونسية من جهة ورئيس الاتحاد التونسي للصناعات التقليدية سامير ماجول وأمين عام اتحاد الشغل نور الدين الطبوب وهذا العقد يهدف إلى بلورة حوار بين الأطراف الاجتماعية لطبعا وضع برنامج إصلاحي ولكن ياسر ما أوجه الخلاف هنا بين الطرفين الحكومي والنقابي فيما يتعلق بقرض صندوق النقد الدولي نعم الخلافات تتمحور حول بعض الشروط التي ضعها صندوق النقد الدولي إذا ما كان حول تجميد الزيادة في الجور خفض الدعم وتقليصه وغيره من الشروط التي وضعها صندوق النقد الدولي هذه هي أبرز الخلافات التي تشوب ما بين اتحاد الشغل التونسي والحكومة التونسية على هذا الحوار وهذه الجلسات قد تفضي إلى تطابق في وجهات النظر أو الوصول إلى حل وسط إنجاز التعبير بين الطرفين الحكومي والنقابي قبيل استئناف المحادثات مع صندوق النقد الدولي وفقا وطبعا حسب المعلومات المتوفرة فإن هناك تقدما كبيرا بالمفاوضات الجارية بين الحكومة بقيادة نجلاء بودان وبين صندوق النقد الدولي للحصول على قرض تعمل من خلاله الحكومة على حل الإشكاليات المالية والأزمة الخانقة التي تمر بها البلاد على المستوى الاقتصادي